اخوتي اخواتي السلام عليكم مرحبا بكم جميعا تحيي الاحرار في المغرب و خليل المغرب بمروك رمضان تمنى تكون اه تخلي لكم السحر والعافية هذا الشي اللي بغيت نقول ولكن اللي بغيت نهضر عليها هنا وهو واحد القادية ديال رمضان رمضان اللي كنعرفوه واحد الشهر ديال التعبود ديال الوحيد الخلصو قراصو الوحيد يتكمش ولكن احنا في المغرب اه ولينا كنشوف رمضان يعني ولا واحد الشهر ولا شهر ديال تجارة ولا شهر ديال تبزنيس ولا شهر ديال نشغلوا الناس بالكدوب كان شغلوا الناس بالخوة الخاوي كان شغلوا الناس بالتخدير نظر عليكم اولا على القادية المسلسلات اللي كنشوفوا مثلا ذاك العدد الهائل من المسلسلات اللي يوميا كنشوفوا على المواطنين ذاك المواطن الباسط مسكين كنشوفوا عليهم كل المسلسلات المسلسل مورا مسلسل وكلهم مسلسلات يعني فيهم ذاك الاسلوب ديال التشويق ذاك الاسلوب ديال الادمان يعني من اللي كنتشوفوا الحلقة اللوله خاصة كنشوفوا تقديب ها الحلقة الثانية وتصورت ما المسلسل كيف لابد انسان انسان عادي مثلا اما عنهم يشترون هذا النوع من المسلسلات وقد عرفوا العائلات المغربية مساكلوا من عندهم فين يمشيوا ما عندهم ميدار كان يحلوا أحد يخرجوا يخرجوا يخلقوا المسلسلات له وحتى مارسلات له كان في كل محل المشاكل وكل الهوزان وكل مشاكل غالبا لعائلة المغربية يعني يعني الأغلبية دي للشعال المغربي كيدووزو منورة الفطور في البيوت ديالهم. إلا ديكو الطبقات اللي كيتوفور. اللي عندهم مثلا إمكانيات بس كيمشي مثلا كييصهروا اللي ولا شهر رمضان ما بقيت مثلا شهر الصلاة والعبادة وفهمتين كيتقرب الله وثيقر القرآن لا ولا واحد شهر اللي اللي عباد الله كييصهروا فيه صهارات في رمضان منورة الفطور قد تلقى صهارات حتى الصحور. يعني تصوروا كيف تحول رمضان مثلا من شهر التعبد إلى شهر يعني ربح المال وكيفما كان عارفوا أن هذه القضية اللي 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 كيستغلها اللي كيستغلوها يعني صحاب الشقارة كيستغلو شهر رمضان في ميدان السينيما في ميدان الإشهار يعني كل شي واللي نكن بغيوه نبيعوه للمواطن في شهر رمضان علاج لأن الإنسان ما عنده فين يمشي كيقابل غير صحاب الشقارة عارفين أغلبية الشعب المغربي لما كانت هذه الطبقات الراقية اللي ما كانت تفرشها حتى في تيفي ما كيشوفوا حتى القنوات المغربية كتدع لبقية الشعب العامة الشعب الناس ديال القرى الناس ديال الأحياء الشعبية يعني هاد الناس كل هم كيشوفوا هاد المواد اللي كيتقدمها مثلا التلفزيون ولكن الخاطر في هاد الشي أشنو كتقدم هاد تلفزيون يعني مكين شي مواضيع مثلا اللي مهمة يعني مواضيع ديال يعني كيقدم مواضيع ولكن كيدخلوا فيها شي العباس خرا كيدخلوا فيها شي العباس اللي لا علاقة سالها مثلا بالموضوع والمواطرة كيشوف داك الشي ولا مثلا اللي شوفوا القادية ديال داكشو ديال اللي عجبني تزاف داكشو ديال باسو رغم انا ما عنديش معها باسو ما كونش كان عارفه جا ما كونه هو باسو شبت غير حلقة من ذلك الحلقة يعني عجبتني تلك الطريقة مثلا يعني طريقة أمريكية يعني بزاف ديال ديال الكوميديير في أمريكا يعني سيديرون نفس الطريقة يعني باسو خذت طريقة أمريكية يعني ذلك اللقاطة القاصرة بمسي بوحد الميصر القاصر اللي في علاقة تكون عنده أهمية وشمعت شي وحده يتحركوا كي تشكاو ويقولوا لي بوحده كدستعمل مثلا الخمر في شهر رمضان يعني لم تشافوش مثلا المشاكل اللي كي هضر عليها مثلا صريقات الملعام الفاساد هادش كلهم مهضرواش عليه ولكن هضروا على واحد القادية ثانوي انه كي بيين في ستراب في رمضان رغم انه ستراب في المغرب كي يتباع بالعلالي كينبيران في الشوارع المغربية ولكن خاصة نحتراب ننظر يعني انه ستراب التركب الجريمة ولكن خاصة نحتراب التوقيت الارتكاب الجريمة يعني انه ستراب يعني انه ستراب في اللقطات دياله ولكن ما ننهضرش عن الفاساد يعني ذاك الشي اللي كي يوقع في المغرب ذاك الشي الفاساد اللي يوقع في الإدارات وفي المؤسسات العمومية ذاك الشي التوحد ما كيتناقش عليه هادي قادية القادية الاخرى وهي ذوك الناس مثلا لوسائل التواصل الانتماعين كنشوف كينشوروا مثلا ذاك الموائد الفارهة يعني كل ما طعبة من الأكل والعاصير والحلويات كنقسم لكم بالله العائل العظيم الى كينش في المغرب هذا الشي اللي كي يشوفون ذاك التراء الفاحش والذاك التراء المزور اللي كيعيشوا به كين الناس اقسموا لكم بالله العائل العظيم ما كيلقوش باش يفطروا كيفطروا يا إما بالقهوة وبأتاو وبخبيز زويتها ببيضات كينين دابة في المغرب وتصور هذا الانسان مثلا اللي محروم اللي مقموع من الطرف النظام وما كان احسنك ل Singapore الظавливات يكون وما كانت اخرى من خليل الانسان وما كانت اخرى من التجاه المقموعة ولن تلا انت الهدف ديالك انك تعيق على النسلي كتعرف مثلا على المتتبعين ديالك ولا بغيت تقول لهم انا هانتو ما نشوف وشنو كنا ناكل ولكن تراك ركا تكذب يعني هادك شي كله مزيف هادك شي كله مزيف ما عنده حتى شي علاقة بالواقع اللي انت كتعيش وانا متأكد المائة في الماء يعني حشو ما اتقوا اتقوا الله في اخوانكم واخواتكم الفقراء يعني الى كنتيمتا مثلا كتقدموا احد المحتوى وكتقدموا عند دراسك ركا كنت يعني انتا يعني مؤتر احترموا 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 الناس اللي ما عندهم اقول يوه مثلا باش تمشي تقدم ديالك الطب لا سيصير هذا الزقل مثلا في طيارات صغيرة ورين ديرت انتا قفيفة نسان سيصير بقى تقلب على الناس الفقراء او بقى تعطيهم ديالك وما تصور داك شي موالول والاجدر ديالك مقبول ولا انتو مكتعرفو رالله الاول انتو داب هاد الناس مثلا يقدموا هاد طواب هذا ما كيعفر الله لاواله كتقدموا هما كيصلي موالو كتقدموا هلاب صفقية والجلابة وكده والطبلة في الفطور عفتي الطبلة ملكية وكده ولكن هذا شي غير غير لان احنا في المغرب رمضان ما بقاش عنده ذاك القيمة الدينية ديالو فهمتي ولكن والتي عنده ذاك القيمة التقافية يعني حدنا اولا كالتر في المغرب يعني غير ثقافة مثلا كنحتفلوا به ولا رمضان ما بقاش عنده ذاك القيمة الحقيقية الدينية ديالو اللي من المفروض وهو شهر الذي نظر فيه القرآن هو الشهر الكريم مش واحد الشهر اللي يتعبد فيه يقرأ فيه القرآن يساعد فيه الفقراء فمسي يمتانى على ارتكاب السيئات ولكن احنا هاد فضل رمضان عاد كنزيد وكنزيد وكنرتاكبوا السيئات وكنشوفوهاش هاد شي ما كنقولوش انا اي متتبع مثلا على الصورش الميديا يمشي يشوف هاد شي غادق هاد شي اللي كنقول راه واللي كي يعني شو معلكم عار عليكم عايب والله تعايب الليلة الى احيانا يعني تدمع العينه بدون سبب من اللي كتشوف هاداك الشي وكتعرف انت انت هاداك مولدك الطبنة كتعرف ان ناس كيعانيو ناس ملاقيش باش يفطروا ناس مساكنت يعانيو المراد ناس مثلا عندهم مشاكل يعني عائليا بشاكل مالي وكتعرف انت تدير فيها انت كا يعني انسان سعيد انت كتنشر السعادة وكنتنشر مثلا الحب بين الناس وكنتنشر هذه باش للمتتبعين يكتبوا لك مثلا لايك ويكتبوا لك تبارك الله عليك ويكتبوا لك مثلا الله يقويه والله يزيد الخير احشو ما عليكم يا صاحبي والله تحشو ما عليكم اعيب وعار وهذا ما يقبلوش يعني ولكن ولكنه ما غيرترجع اللوم الهادشي اللي واقف المغرب وغيرترجع للشعب وهذا ما تراجعه لنظام اللي يكلخ الشعب مثلا خلال انسان تفكر بها الطريقة المادية مثلا وهما يقول لك يقلدوا المالك لانا يشوف المالك مثلا من اللي يجيب مثلا الضيوف ديالوك يقدم لك تبلاه مثلا من الطبلة ملكية يعني من الجميع انواع الاكل والضيوف ديالوك حتى المغربة يقول لك يقلدوا بالقادية يعني هذا سيء عادي وكيفما قلت لكم الشهر دي رمضان في البريد تحول من شهر ديني الى شهر تجاري يعني الشهر دي رمضان هو اللي كنت رفير اشهارات يعني كنت شوفوا مثلا داك العدد الكبير من المسلسلات والعدد الكبير من الاشهارات يعني ولا مش شهر التعبد ولكن ولا شهر دي الالبزنس يعني امريكان كي يستغلون نهار ولا يومين مثلا بحال داك داك الايام دا الاخر السنة كريستماس كي يستغلون مثلا تانكسجيبين كي يستغلون مثلا شي اعياد مثلا في السنة ولكن المغربي عارضيش حالك يربحوا دي رمضان اشتيمريكان كون يعرفوا القيمة دي رمضان كرام كلهم سلموا غير بشي بقواوا يستغلون ناس بها الطريقة دي الالبزنس نقسم لكم بالله العي العظيم لو الامريكان يعرفوا ان رمضان يعني كيدخلوا فيه مثلا هاد الشركات هاد المبالغ المالية يعني الخيالية حتى امريكان سيدخلوا رمضان في السيستيم دي رمضان غير بشي بقواوا يديروا هاد القادية هاد وكننقسم لكم بالله العي العظيم يعني حولوه واحد الشهر اللي هو ديني هو اه للتعبد الى شهر تجاري محض مائة في الماء وعادي كنشوفه مثلا تخسر له ضراب اللايبات وكنشوفه مثلا اه اه اشغل نقول لكم يعني اه انا انا املي كنشوف دكسي وحق الله لكن قلت مازال أن نرى التيوي يعني سيده هاد 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 ما غيرنقص نشوفه انا ما زالان ولا هاد اهد الى المغرب ما غيرت لكم انشوفه اولنا العادي ممكن نشوف مثلا الناس هنا في ميليكا مسلمين كي يحسران في ورمضان اولنها انا ارى كل شيء حياته اهد القيامة عنده شهة شهة جهة حلوة بنيتها ازوينه كده وقد تكلاخ يعني المغرب الكالاخي الكالاخ المبين لا يوجد شيء ما يتواجد الإنسان لا يوجد شيء ما يتواجد المواطنة على الظروف الاقتصادية العالمية ما هو موقع فيه الظروف الاقتصادية القادمة ما هو موقع فيه العالم سيقعرف إزماء الحروب غزة ماذا نسيتها会U Ha προفصائ small الشعب الل혹 المسكين كيمين يعيش يعيش ما عانكم ماذا نسيتها Wissenschaft والله تعار عليكم بالله والله تعيب بالله ما عانكم إخي íخوات كنتمنى يرجوكم وضعه وتبارك الله عليكم وإلى فيديو آخر والسلام عليكم